بمجرد البرنامج ما اشتغل هتظهر لك شاشة ترخيص البرنامج ودي اللي بتدخل فيها اي بيانات معاك عن ترخيص نسخة البرنامج طبعا لو مش متاحة ممكن تستخدمها نسخة لمدة تلاتين يوم بعدها لازم تستخدم بيانات تسجيل حقيقية عشان البرنامج يشتغل طبعا اول ما تخلصها وتقفلها دي هتبقى اول حاجة تظهر قدامك وهي دي عبارة عن اداة اوتو ديسك بتستخدمها عشان تجمع معلومات من الاجهزة الخاصة بمستخدمينها اللي بيشتغلوا على كل برامج اوتو ديسك سواء الريفت او الاوتو كاد او اي نوع من البرامج اللي بتنتجها الشركة الغرض من الموضوع ده انها بتعمل تقارير عن كل جهاز عن النسخة المستخدمة فيه عن المواصفات بتاعت كارت الشاشة ودقة الشاشة والرمات والبروسيسور ومالتالي البرنامج ده بيفيدها في انها بتعمل تقارير فنية عن اداء البرامج بتاعتها على معايير الاجهزة المختلفة طيب هنا بيمكن تستخدم الاداء اللي موجودة قدامنا دي فانك تشترك في البرنامج من خلال الضغط على ايس او ممكن تأجل الموضوع ده بصراحة احفزكم جدا ان احنا نشتغل عليها لانها بتفيد الشركة في تطوير اداء البرنامج مع الاجهزة طيب ايه اللي بيحصل بالزبط الموضوع عبارة عن ملف صغير اللي هو اسم اختصار هتضغط عليها عبارة عن ملف بيتبعت منه نسخة لموقع الشركة بطريقة مشفرة بيحتوي على مجموعة من البيانات عن جهازك اللي بيتم تحليلها بسرعة اوتوماتيكية من سيرفر الشركة وبيدي تقارير فنية للناس الاعلى او اللي مسكن الموضوع في اوتو ديسك. ده نسخة من الملف الخاص بالجهاز هنا. هو بيحتوى على بيانات السيستم او نظام التشغيل ودقة الشاشة وكارت الفيديو وفنفس الوقت نظام التشغيل معنا. طبعا ممكن نضغط علي نو ونعمل اوكي. في捻 الوقت اللي واحتاجنا نشغل الـ customer involvement program تاني. ممكن من الانفو سنتر ونضغط علي customer involvement سواء ان انا عشان اشترك او ان انا الغي موضوع الاشتراك.